سلام عليكم ورحمة الله و اهلا و سهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح نسوي فطيرة البطاطا بالبيض فطيرة كلش مشهورة سوى الضجة بوكتها من نزلت باليوتيوب طريقتها جدا بسيطة طعمها كلش طيب تفيدكم للفطور للعشة كوجبة سحور ان شاء الله تجربوها وتعجبكم قبل ما نبدي اذا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناة وحبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس حتى توصلكم اشعارات في كل مرة انزل بيها فيديو جديد كل المقادير كتبتها في صندوق الوصف نقول بسم الله و نبدي بطريقة العمل عندي هنا نحبتين كبار من البطاطا او البوتيتة قشرتها وبرشتها باستخدام الحافات الخشنة واهم فقرة انه ورما نبرش البوتيتة ناخذ جزء منعدها ونعصر بصورة جيدة بيدنا حتى نتخلص من كل المياه الزايدة الموجودة داخل البوتيتة هاي الخطوة جدا مهمة حتى ما ننضيف البوتيتة في المقلات ما تلزق ويانة بعد ان عصرتها وتخلصت من كل المي جبت مقلات وانتظرت المقلات تسخن كل جزيين وضفت كمية من الزيت ثم خليت البوتيتة وبقيت اقل بيها بهالشكل هذا ضروري المقلات تكون حارة حتى البوتيتة ما تلزق ونستمر بالتقليب بهالشكل هذا اللي دا شوفوه حتى تستوي من كل الجهات انا ما اريدها تتحمار مجرد اشوف الحافات صارت حمرة بهالشكل هذا شوفوا لونها شون صار نرفعها مباشرة من المقلات ونخليها على جنب حتى تبرد بعدها وفي نفس المقلات رح اجيب حبة بصر متوسطة الحجم قطعتها بها شكل هذا ورح اقلبها ورح اضيف وياها شوية من الفطر المعلب اذا عدتكم افرش اكيد يكون اطيب استخدمت تقريبا نصف علبة من الفطر المعلب رح اضيف ايضا نصف حبة من الفلفل الاخضر البارد اذا تحبون تستخدمون فلفل ملون براحتكم تشكيلة الخضروات هذه اختيارية هسه اكو هواية وصفات بدون هذه الخضروات لكن انا حبيت اسوي لكم هاي الباقة من الخضروات لان طعمها كلش طيب يطلعوا اياها وانتو لكم حرية الاختيار تحبون يعني تشيلون الفطر تشيلون الفلفل ما تخلون بصل هاي الاشياء انتو تتحكمون بيها قلبت الخضروات مع بعضها الى ان شوية تحمرت بعدين ضفتها فوق البوتيتة هسه رح اضيف ملعقتين كبار من الطحين طحين ابيض طحين اسمر المتوفر رح اضيف ايضا شوية من الكاري وشوية من البابريكا والملح الملح كميتة حسب الكمية اللي تتحضروها رح اضيف ايضا رشة اختيارية من الكمون لكن طعم الكمون ويالبوتيتة يكون كلش طيب اذا حبيتوا اضيفوا لكم حرية الاختيار رح اضيف ايضا نصف كوب من الجبنة اي نوع جبن قابل للبرش تقدرون تستخدموا موزاريلا كرافت جيدر حسب المتوفر رح اضيف ايضا ملعقة صغيرة من البيكن باودر وثلاث حبات من البيض رح اخفقها واضيفها فوق المكونات حسا صار كل شي جاهز عدنا رح اخلطها للمكونات بصورة جيدة الى انت تجانس قد تسألوني يصير نقطع البوتيتة قطع صغيرة بدل ما نبرشها هو نعم اكيد يصير لكن شكل الفطيرة ما رح يطلعتكم مثل القرص ومرتبة ومتماسكة فيفضل انه تبرشون البوتيتة ونتخلص من المي مالته وثم نخليها ويا بقية المكونات بعد ان صار الخليط مالتنا جاهز جبت مقلات وخليتها على نار هادئ انتظرت المقلات تسخن بصورة جيدة ومسحت جوانب المقلات كلها بالزيت بعدين خليت الخليط بهشكل هذا ورتبت على شكل قرص ورح اغطيه واتركه على نار هادئ من 4 الى 5 دقائق طبعا اذا استخدمتوا مقلات اصغر رح يطلعتكم الثخن مات الفطيرة اكيد اكثر لكن استخدموا دائما مقلات واسعة حتى تستوعدكم بسرعة واهم شي النار تكون هادئ هاي اهم فقرة بعد مرور تقريبا 5 دقائق شفت ان الحافات بدت تصير حمرة باستخدام الملعقة بديت بهشكل هذا ارفع الحافات واتأكد انه ماكو شي عندي ملتصق بالمقلات لانتو عرفون هذي بيها جبن فالجبن من يسيح رح يلتصق بالطاوة او المقلات فحررت الاطراف وحركتها بهشكل هذا ما نشوفون يعني اذا حركتوا المقلات بهشكل هذا ما نشوفوها تتحرك معناها خلاص بعد ما عندنا شي ملتصق احاجيب صحن واقلبها بهشكل هذا وارجعها للمقلات حتى يستوي عندنا الوجه الثاني 100% ان شاء الله تكون الطريقة واضحة رح ابقيها دقيقتين بعدين اخليها بالصحن وعلينا وعليكم وبألف عافية قد تسألوني هالممكن انه نشويها بالفرن بدل ما انخليها على الطباخ نعم اكيد لكن خلوا اسفل القالب ورق زبدة حتى يسهل عليكم عملية قلب الفطيرة ووضعها بالصحن وتقطعوها وتاكلوها بالف عافية وجبة بسيطة وسهلة مكوناتها ان شاء الله متوفرة في كل بيت تتفيدكم للفطور للعشق كوجبة السحور ان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالف صحة وعافية هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم يارب يكون الفيديو عجبكم اذا حبيتوا لا تنسون تخلو لي لايك وتشاركون الفيديو بين الاصدقاء الى اللقاء